بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته على حسب الطلب إن شاء الله البنت اللي عندها نحس أو عندها طاقة سلبية أو عندها الميمون ممقع عجش ودائما عندها قلة الفرحة ما تدخلش الفرحة للبيت ودائما فيما مشات تكون مغبونة ما عنداش الظهر والميمون تابعة قهراتها تابعة أي حاجة شراءت تتقطع أي حاجة شراءتها ما تعجبهاش وأي حاجة مشات للسوق تمشي تشري ومتجي ما تجيب حتى حاجة غير الخاويات ومتجيب حتى حاجة فلوسة فيهم التابعة والمال ديالها فيه التابعة وصحة في التابعة العين الحاقضة درت لها عقد في الجسد وعطتها طاقة سلبية دائما هي مغبونة دائما بكية بالليل ودائما هي تشوف المرأة وتقول أشخاصني أنا زينة وكل شي لي زين العمل عندي القرايا كان الزين كان ولكن التابعة قهراتني كلام السوء أو الناس اللي مقابلينك رجال ولنسى حتى الرجال تكونوا تابعينهم الناس اللي ما تخافوش الله تابعينهم إما على العمل ديالهم وإما على الطولة ديالهم وإما على الجمال ديالهم وإما على صيارة ديالهم إذن الناس متبوعين في كل الأمور تابعة غادي إن شاء الله نحيدوها النحس نحيدوه طاقة سلبية نحيدوها إذن هذا قبول اللي فيما مشيتي غا يكون عندك الظهر الميمون وتكون إن شاء الله بحول الله وقوته مقبولة أو تكون مقبول علاش الله الرجال وإنساء يكونوا إن شاء الله مقبولين احتى الراجل اللي ما عندوش قبول مع مراته أو المرأة اللي ما عنداش قبول مع رجلها إذن هذا القبول ديال شعبان قبول ديري في رمضان وديري تفع بحول الله وقوتي هذا القبول ديال شعبان وديري احتف رمضان البخور طيب كل شيء يبغيه وبخور طيب تنبخر به في رمضان في أي وقت مع المغرب مع العشاء مع الفجر هدوما أوقات ديال التبخير في رمضان أما شعبان بخريه في أي وقت لأنه في طاقة إيجابية وفي طاقة رحمانية اللي غادي تعطيك دائما تعطيك إن شاء الله تعطيك ديما القبول والنظرة في العامل كل شيء يبغيك وكل شيء يسمي اسميتك وديما أنت مقبولة وديما محبوبة ودائما عندك واحد ظهر يهرس الحجر إذن ديري هذا القبول على نية القبول في العمل في الزواج في الأمور المرأة اللي عيشة مع أهل راجلها وما عندهاش القبول دائما تتكون مغبونة مع عائلة راجلها دائما ما عندهاش القبول إذن بغيتي أنك تكون مقبولة فيما مشيتي تكون مقبولة غادي تديري هاد القبول ولكن هاد البخور إن شاء الله بحول الله وقوته إن شاء الله تخرجوا عند عطار عطار يكون قبلي عطار يكون مزدهر ونشرمن عنده أي بخور طيب أي بخور طيب يكون غالي ولا رخيص القراءة اللي غادي تكون فيه هي اللي غالية وكبيرة عند الله سبحانه وتعالى إحنا بغينا غير الريحة الطيبة اللي غادي تجيب لك الملائكة وتعاونك على القراءة لأنك غادي تبخري مدة أسبوع وانتي تتبخري وغادي تشوفي الحض والساعد المليح اللي غادي يكون معاك إذن قبل ما تديري هاد البخور غادي ننصحك واحد من نصيحة يا أخي أو يا أختي أو أنت مرأ ولا راجل بحل بحل إذن غادي تغسل بالملحة والخل كأس الخل كأس الملحة ديريه في صل يا ريت ديره صل جديد يكون غير مستعمل كتير المهم غادي تديري فيه كاس الخل وكاس ديال الملحة غادي تضيفي عليها ماء ساخن أدخل لها خمسة دقيق والدخلي الدخلي لأي مكان تدوشو فيه دوش أو أي مكان تدوشو فيه غادي المكان اللي غادي تغسلي فيه غادي تغسليه بالماء والملح عادة غادي تدخلي تخويعلك الماء والخل هادي تصطل لي دworthفيه الماء والملحة والخل غادي تخويعلك من راسك حتى الرجليك تبقي خمس دقائق وغادي الدوشي عادي أديري شمبون ديالك وأديري السابون عادي وتخرجي غادي تقري صورة الرحمن مرة واحدة على الماء وتشربي وتقرأيها على الماء وتشربي مرة واحدة وتشربي في أي وقت بغيتي دوشي وقرأي سورة الرحمن لأن سورة الرحمن تتحيد النحس وتتحكم على الجن والإنس سورة الرحمن أنها عروسة القرآن فيها طاقة إيجابية فيها نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان وسبحان الله العظيم تحكم على الجن والإنس سبحان الله إذن هي شفاء ودواء الناس اللي عندهم العوارض الناس اللي عندهم التوابع تحكم على التابعة وتتقهر التابعة اللي تتكون جاتك من الإنسان تتكلم عليك بسوء أو أنه تابعك دائما أي حاجة شريطها تابعك عليها إذن هاد سورة الرحمن تشربها مدة أسبوع كاس الصباح على الرق وإن شاء الله غادي النهار لغة تبخري غادي تشرب كاس ولكن لو بغيت الحقيقة تشربها على الرق مزيانة كاس الصباح كاس في المساء مدة أسبوع سلما نعود نقرأ سورة الرحمن ونشرب لأنه قدما قريتي سورة الرحمن هي علاجية للتابعة إذن غادي ناخد هاد البخور ناخد أي بخور يكون عندي أنا في نظري أنه عند العطار عنده جميع البخور الرخيص والغالي خوديه على حسب الخدورات ديالك إلا ما عندك شري غير الند شري غير الند ودقيه وبخري به إذن غادي ناخد البخور الطيب وغادي نقرأ عليه هاد القراءة أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق هاد الآية هاد الآية سبحان الله لها طاقة في القبول وجلب الزواج وجلب العمل وجلب الحض وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اللهم بحق هاد الآية الشريفة وبحق حروفها أن ترزقني زوجا أو عملا أو حضا أو أي كلام انتو مباغينو تقولوه غادي نقرأو هاد اللي غادي تزيل لك وجهك مع الناظرين وزيناها للناظرين فلانا بنت فلانا زيناها للناظرين هاد الآية اللي قرأت دابا وزيناها للناظرين كنت مع أي ناس مجموعة مع أي ناس غادي إن شاء الله بحول الله غادي إن شاء الله نحاول أنني أن نقولها بزاف نكون مع ناس ونقرف وجههم وزينا فلانا بنت فلانا للناظرين دخل على مدير وزيناها للناظرين سبحان الله تكوني مقبولة محبوبة تكوني في أي مكان تكوني عندك وحد طاقة ديال الزينة والمحبة مع الناس إذن ناس ميتهوش على ذكر الله كلام الله كله زوين غادي تبخري الوقت اللي تكوني غدا العمل ندير واحد المقلات أو بخور بالفحم مكين ما أحسن من بخور بالفحم لأنه في طاقة إيجابية تعطي التبخير على حقه وطريقه إذن غادي ناخد البخور الطيب ونقرأ عليه اللي غادي نتبخر به مدة أسبوع وفي نصف الوقت أنني نشرب هذا الماء مدة أسبوع الماء تقدر يتعودي جوج مرات في الأسبوع أما التبخير تقرأ عليه غير مرة واحدة كل آية تقرأها سبع مرات وغادي إن شاء الله نحاول نبخر الوقت اللي يكون نمشي العمل إذا بخرت بالمقلات نجمع المحروقات واللحوم في مكان عاشب أما إليك الفحم غادي إن شاء الله يبقى وصل الفحم حتى يصير رماد أم بعد نجمعوه اللحو في مكان عاشب لأن ترماد ما خسوش يبقى في المجمر لأن تجمعوه في الشياطين إذا هذه معلومات يضيفوها لكم لأن الرماد ما خسوش تخليوه في المجمر إذا البخور الطيب هو هذا غادي نحاول إن شاء الله بحول الله وقوته نقرأ وزيّنها للناظرين وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق إذا أحبابي كل آية نقرأها سبع مرات وأنا على نية أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يوهبني قبول مع زوجي مع حبيبي مع خطيبي مع مديري نجلب نجلب هذه الآيات بخور على نية جلب الخطاب إلى العتبة نقرب البخور إلى العتبة وأنا في النية ديالي أنني نفتح نصيبي في زيارة الخطاب إلى هذه العتبة وأنا عندي ديما النوايا الحسنة ولكن كل شي بدكر الله ألا بدكر الله تطمئنه القلوب إذن أحبابي تنشكر المتابعين اللي تدعموني دائما وتيحسوا بهذه القناة أنها تتعطي ولكن ما تتأخذ إذن أحبابي تنتمنى تنتمنى لدخل القناة يخلينا واحد لايك ويدعمنا وباش نزيدوا القدام ونحاول نعطيكم ديما الإيجابي وكل عام وأنتم بألف ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته